السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل مكان سواء صباح الخير أو مساء الخير أو سعيدة أو سلام عليكم ان شاء الله انقطعت عنكم قرابة ستة شهر للي هو موجود مؤتمرات كثيرة حضرتها أو قراش عمل كثيرة وسفريات كثيرة نتكلم عنها النهاردة ان شاء الله فأنا بعتذر عن انقطاع ده كله وزي ما أنا حاولتكم من حوالي خمس سنوات ان كل سنة أنا بعمل كشف نهاية العام اللي أنا حمشي فيه معاكم اليوم وأنا برحب بأخونا عثمان مقبل وأختها آية زينب والأخ الدكتور زايد حماد والأخ إحسان دوسكي من كردستان العراء وفيه بث على الرابط الزوم وفيه بث على الفيسبوك في الصفحة بتاعة الفيسبوك فيه الفهرس أول حاجة أنا بأتكلم فيها ليه أنا بعمل كشف نهاية العام مهم جدا 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 نعرفه بالرغم أننا الآن ما عنديش وظيفة تنفيذية زي ما كنت في الماضي لكن الشغل بتاعنا وده يعتبر بالنسبة لي شيء مهم جدا جدا أن أنا أقول عليه هو شغل مجتمعي شغل لابد أن يحاسبنا عليه المجتمع كل لحظة وكل ثانية وكل ساعة وكل يوم وكل شهر وكل سنة لأن ما نحن إلا نتاج هذه المجتمعات وما نحن إلا نتاج الفقراء والمساكين يعني واحد زي حالتنا تعلم من السودان وتعلم من باكستان وتعلم من بن جادش تعلم من الصومال تعلم من البسنة إلى آخره فلابد يكون لزاما علينا جميعا لزاما علينا جميعا أن نقدم كشف حساب ماذا فعلنا حتى ولو كان هذا العمل تطوعي وليس عليه أجر حتى وإن كان هذا العمل تطوعي وليس عليه أجر فما بالكم إذا كان العمل عليه أجر ولذلك تقديم الكشف الحساب ده يعتبر فريدة على كل إنسان يعمل ويمتهن هذه المهنة يعمل ويمتهن كم متطوع أو مدير مؤسسة أو رئيس مجلس إدارة إلى آخره لا يمشي العام قبل أن تقدم لنا كشف حساب دي المدخل في تسع نقطة نحكلم فيها أول نقطة فيهم هي كانت نصيحة جات لي من شاب جميل أصغر مني في السن اسمه عبد الرحمن المطوع هو نائب المدير التنفيذ العام لهايئة الإسلامية العالمية في في كويت كان دايما يقول لي يا أبو الحسن أنا أتعلم يا ابن حسن ما تتواضعش مع ناس كتير لأن التواضع ده بيقلم من قلبتك بيقلم من قدرك بيقلم من مكانتك لكن أنا ما عرفش أتكبر والعاذ بالله لأن الكبر شيء سيء لكن يا عبد الرحمن أخيها الصغار اللي أصغر مني في السن بعشرين سنة كان دايما يقول لي كده لأن أنا أعرف ثقافة من يتعملون معنا لا ينحنون إلا من من كان متكبرا أو كان مستعليا عليهم سمعت من النصيحة لكن ما قدرتش أنفزها النصيحة التانية للدهالي وأنا ذلك بذكروا لي لأن أنا بأخذ نصيحة من شاب كتير جدا كان يقول أنه في سن المدرسة أو يقول أنه في سن الجامعي أو كبار في السن أو في سن الرجول أو الندوغ زي عبد الرحمن المطوع النصيحة التانية سمع لمحاضرة كنت فيها في كردستان العراق في مدينة دهوك وسمع أن أنا نعم نظريا نظرة الحمورية للنبوء المجتمعية فطبعا مش هو الوحده هو كثير من الناس يقول لي يا دكتور ما تربطش اسمك بالحمورية أنا بنزل للحمار لأنه هو مخلوق جميل ومخلوق يعني مجد في عمله ومخلوق بيعمل أكثر من تقتل لكن هم كانوا بتتكلموا يعني بالثقافة العربية والثقافة الشرقية والثقافة الإسلامية ألا نربط أنفسنا بأسماء الحيوانات لأن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في هذا المجال لكن أنا طبعا بتكلم عن الحمار في جلدي وإسراره على العمل ومن الصعب جدا أنك تغير مسيرة الحمار فإحنا نريد بيننا أن يكون ناس مبدعين مفكرين وناس يتعاملوا ويشتغلوا في المجتمع بعقلية اللي هو الإسرار على إنجاز العمل وعدم الخروج على اللي هو البرامج والسياسات اللي بتعملها المؤسسات دي نصيحة من أخونا عبد الرحمن المطور نبدأ بعد كده هو في اللي هو الكلمة النهاردة أنا في سنة 22 يعني عدد أيام السفر ونها سفرتها 78 يوم وده أقل من سنوات كثيرة جدا قبل كده زرت 15 دولة فقط و27 مدينة وإجمال المحاضرات والأنشاة خلال السفر 60 والمقارات والتلفزيونات والحجاب بتاعة الزوم دي كان 53 يعني إجمال الأنشاة كلها كمية 49 النشاط في هذا العام طبعا في خلال رحلات السفر كان فيه لقاءات خاصة وشبابية في المساء وكان فيه برامج احنا سجلناها وبرامج مسجلناهاش يعني فكتير جدا من الحاجات في الطيارة في العربية حتى ما كنا بنشارك غرف النوم مع بعض الشباب عشان نقتصد في تمن الغرف بتاعة القتلات كان بيكون اتنين من الشباب أو كذا أو أكثر أو أقل ما في نفس غرفة كنا بنتصاور بعد صلاة العشاء لغاية أو قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وأنا أتذكر رحلتي في أثيوبيا مع أسامة خان اللي هو المدير التنفيذي لغاية الإسلامية في أعوذ بالله مشاهدين في كندا اللي أصر أن يجلس معاه في غرف المد أسبوعين في أثيوبيا وفي البلقان اللي هي ألبانيا وكوسفو ومونتنيجرو جبل أسود وسربيا ومقدونيا أصر مش عشان نقتصد في الأموال فقط عشان نقعد نتناقش لأن غرفة النوم دي تعتبر ميتينج روم تعتبر غرفة لتراقح الأفقار بين الأفقايات المختلفة اللي متعاقبة أماننا إجمالي الرحلات أنا قلت فيه عدد كل رحلات 18 رحلة عدد الدول زورتاء 15 المدن 27 أيام السفر 78 عدد الإجمال اكتماعات والبرامج عن بعد حوالي 76 زوم ميتينج يعني لقاء عن طريق الزوم 76 لقاء عن طريق الزوم مع مجالس الأمناء ومع الموظفين ومع برامج تلفزيونية أو اكتباعات مع مؤسسات دولية زي الأمم المتحدة إلى آخر أو عقد دورات ومحاضرات مع بعض المنصات المختلفة ده اللي أنا بقوله ده ده ما فرد علي وإن كنت متطوع لأن الفضل فيما وصلت إليه لتنين للمجتمع اللي أفر اللي جعلني أقف على منصتي وللفقراء اللي هم واثقوا فيه إذن أنا ذكرتهم في الأول دي أسماء الدول اللي أنا زرتها في 2022 اللي هي قطر وكينيا وأثيوبيا وتركيا والعراق والأردن وإيرلندا والبانيا وكوسفو والجبل اللي سويد ومكدونيا وسربيا البوسنا وسويسرا وإيطاليا طبعا في بعض الدول فيهم ضغطها كذا مرة والمدن 27 والأنشطة والبرامج 69 وعدد الأيام 78 تناوع البرامج والنشطات خلال الرهلات البرامج بابت ايه احتوت على عدد مختلف من برامج والنشطات زي ايه زيادة مؤسسات خيرية إنسانية أو إسلامية مختلفة بعض المسؤولين للإطلاع على مؤسسات إيه مؤسساتهم لقاء كلمات في مؤتمرات لقاء كلمات ونقشات في برامج مسائية مسائية خبط الجمعة بعد الدول عمل العديد من محاضرات ورشة العمل لقاءة بالإذاعة اجتماعات مع مسؤولين لمنقش المشاريع والبرامج للنمو والاندماج في المجتمع الغربي عقد لقاءات ونقاشات مع الشباب بأعداد كبيرة وبشكل مصغر يعني كنت دايبا أنا أستحب الشباب أو أستحب الشباب يستحبوني في هذه الرحلات لقاءات خاصة مع الشباب للتعرف على أفكارهم وده جزء من نظرية الحمرية إلى اللي هو النبوء المجتمعية الاستماع لمشاكل الشباب من نقشتها معهم وجها للوج تدريب الشباب على الإلقاء والتحدث أمام الجمهور غرص الثقة بالشباب حص الشباب على السعي والتفكير في المستقبل بشكل مستمر بناء أجيال المستقبل والاستثمار فيهم ومحتوائهم في النشاطات كان لديه اهتمام كبير للشباب وتم تركيزي كان من السفر مع الشباب ومعاشيتهم وجراء نقشات مصغرة وفردية نسمع على أفكارهم ومصغرة كانوا في الطيارة فكاننا وحنا رايحين رحلة كينيا كان معانا حوالي 15 أو 18 الشاب وشابة من أوروبا من الإغاثة الإسلامية وبدأت فكرة النقاش وإحنا في الطيارة من لندن لنيروبي ثلاث ساعات عشان نضع برنامج للعمل عشان ناخد أفكار الشباب ونخرج من هذه الرحلة بلنا نحاول نكتب أفكارنا أو نحاول نعمل كتاب كتاب أو كتاب وده حاجة هنتكلم عليها في نهاية الكلام اليوم لابد على كل مؤسسة أن تكتب تاريخها وتكتب أسلوب ثقافتها وقيامها وعداتها وتقاليدها وكذلك لابد عليها أن تتمم البحث والدراسة وأن يكون لها كتاب يصدر أو يصدر كل عام وده جزء من المجتمع المسألة المجتمعية علينا أن نصنع تاريخ لمنسي يخرقونا ماذا فعلنا في العام الماضي ماذا فعلنا من عشرين سنة وثلاثين سنة وخمسين سنة لكن أن نأكل ونشرب وننيم ونلبس فقط لا لا يعني لا لابد علينا من أن نكتب ونؤثر ونخرج من نظريات وفلسفات وثقافات جديدة يستفيد منها العالم كله لا يستفقد المجتمع العربي ولا يستفقد المجتمع الإسلامي فلا يابد أن نهتم بالشباب ونستسبر فيهم شئنا أم أبينا نساء ورجال تنوعة البرامج تعمل من بيتك قل له عد في بيتك أنت ليس إنسان بني آدم تفهم معاون المجتمعي أنت ليس إنسان تقدر تفهمي في العمل الإنساني العمل الإنساني ذكرتنا في أكثر من لقاء أنهfa هو في أوروبا وفي أمريكا وبنقول كوفيد ولوك داون وما لوكش داون ولوك أب ولوكش أب وافل عليك وافل عليك وافل عليك كان الناس في كينيا والناس في الصومال والناس في توأسيوبيا والناس في السودان والناس في جرونب السودان والناس في كونغو الديمقراطية كان 24 ساعة في اليوم بره بره وإحنا قاعدين هنا نقول لا مش قدين نروح علشان اللي هو التواصل اللي هو الاجتماعية دي اللي هو التباعد الاجتماعي عشان كوفيد جاي لنا وعلي جاي لنا محمود كلام فارغ لن يبني قيادات ولن يبني ثقافات ولن يبني الفلسفات ولن يبني مستقبل ولن يبني حلول قد نستفيد منه في بعض الأحيان لكن مش في كل أحيان التربية وبناء قيادات المستقبل لابد أن تكون وجهة الواجهة ولابد أن تكون جزء جدا في الميدان طبعا فيه كان تنوع البرامج والنشطات مع الشباب لابد نعرف إن الشباب مش لون واحد مش نسيج واحد مش فكر واحد مش ثقافة واحدة مش فلسفة واحدة مش عقيدة واحدة أبدا مختلفين لابد نشجع الشباب على إنه يناقش في كل اجتماع بيروح فيه ما يعودش زي البروتة وزي المخدة وزي مش عارف إيه لا إنت ليك رأي تكلم ومش عيب أنك تغلص ومش عيب أنك تغلطي تغلطي مرة واثنين وثلاثة ما حنا كنا بنغلط زمان لكن بعد كده تستطيعي أو تستطيع أنك تكون أنت تدقود النقاش أنك تفعل النقاش أنك تدع حلول أنك تدع حلول لكن نقعد في الاجتماعات صمم بكم عمي مرفوض 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 وأيضا نقعد الشباب فرصة أنهم يناقش هم اللي يديروا النقاش مش أنا بس اللي يديروا النقاش مش الرئيس بس لو يديروا النقاش مش المدير فقط هو اللي يديروا النقاش لا الشباب هم يديروا النقاش ونكتشف قدراتهم ومباهمهم الجديدة ونشعر الشباب أنهم معنا ونحن معهم ونحن جزء منهم هم جدوا منا من أهم الإنجازات اللي احنا عملناها في في هذا العام وعملنا ست ورش لماذا بعد 11 سنة من الأزمة السورية اللي بدأت 2011 لازم يا أخواننا نقف وقفة مهمة كل المؤسسات ماشية أكل شرب نيم لبس كذا 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 لمدة 10 سنين ما فيش حاجة اسمها بناء مجتمعي ما فيش حاجة اسمها تأهيل طاقات بناء أسواق بناء اقصاد محلي ما فيش لأن كل الفلوس اللي جاي لنا مشروطة بالإنفاق في مدة 6 أشهر أو في سنة للاستجابة السريعة فعملنا 6 أشهر احنا طبعا انتو عارفين أكتر مني ممكن انتو عارفين عني أكتر مني اننا احنا كميات مؤسسنا مؤسسنا بسيطة جدا الحمد لله لكن بنشتغل وحنشتغل ومش حنقف مش حنتوقف حتى ولم كانش عندنا الإمكانيات لأن من المفرقات الجميلة إن مثلا واحد زي يا أخونا اللي معنا الدكتور عصمان مقبل قول لي يا عصمان يقول لي نعم ادينا تسخير الطيارة حجز لأوتيل ده بيكلفنا احنا بس احنا معلناش حتى الحاجات دي كلها لكن لابد إن احنا نمشي الأمور بصغار الإنفاقات لكن نعمل إنجازات تستطيع أن يكونها تأثير على المجتمع المحلي والمجتمع الأقليمي والمجتمع الدول وغيرهم غير عصمان ناس آخرين كذلك فعملنا ست ورش الأولى كانت في الأردن والتانية كانت في لبنان وطبعا لبنان عملناها أونلاين عشان صعوبة الأزمة الاقتصادية في لبنان وصعوبة مناقشة الأزمة السورية في وجود أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان للشعب اللبناني وبعد كده عملنا في تركيا تالت ورش عمل في اسطنبول وغازي عنتاب والريحانية وبعد أن آخر ورشة وكانت أجمل الورش لأنني بعتز بها جدا 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 وكلهم ورش كانوا ناجحين كانت فيه دهوك في كردستان العراق وكانت أول مرة هزور دهوك وأول مرة أعود بانفتاح مع إخواننا الأقراض السوريين والأقراض العراقيين حضر الورش التشاوريين لهم الست دولة أكتر من أو تقريبا 180 منظمة في الست ورش في بعضهم عن طريق الزوم وبعضهم عن طريق الحضور المباشر دي بعد الصور يعني هنلاقي أخونا دكتور زايد صورته موجودة هنا على الزوم وورشة الأردن دي اللي كانت في 4 أكتوبر وكانت ورشة هناكحة جدا جزاكم الله خير الأخوة المرتبين للورش دي اللي هما كانت اللي هو يو أم عار مؤسس يو أم عار في الأردن وكان فيه شركات كتير جدا من المؤسسات الأردنية والسورية في الأردن كذلك وورشة لبنان كانت رائعة بتقودها أختنا هدى الأتاسي وحضرها يمكن 50 أو 60 مؤسسة عن طريق الزوم أو أفراد يعني ودي طبعا عملنا عن طريق الزوم يعني صعوبة اللي هو عمل ورشة يعني لابد في لبنان عشان تفاقم الوارشة للأزمة الاقتصادية منقدرش نتكلم كتير قوي عن اللي هو إن فيه أزمة للاجئين السوريين لابد نشرك معها الأزمة الاقتصادية السورية ومكانش أول اللي لبنانية عشان كده هنعملنا عن طريق الزوم في اسطنبول كان فيه ورشة مبدعة من كل المؤسسات الكبرى في اسطنبول ويمكن لو أنتم دخلتم على الزوم هتلاقوا صور الشباب اللي كانوا معنا في اسطنبول وبعدين في غازع انتاب كان فيه ورشة تانية مع رابطة الشبكات كذلك وكان بردك من أجمل الورش اللي احنا عملناها في تركيا كانت ورشة اللي هي الريحانية اللي هجيب السورة بتاعتها هدلوقتي الريحانية اللي كان الإقبال عليها جيد جدا وإحنا بنشكر مؤسسة إنسان اللي هي رتبت الورشة بتاعت الريحانية بس هميجيب ورشة الريحانية لا دي الريحانية وكان فيه اقبال جدا مشكل مؤسسة إنسان ومؤسسة بنفسج وغيرهم اللي هم شاركونا في تنظيم هذه الورشة الناجحة كذلك يعني مش بس لو كانت ورشة ناجحة كلهم كانوا ورشة ناجحين طبعا كان فيه مؤتمر أنا حضرته وده كنت كان يوم 27 نوفمبر في اسطنبول وده كان أول مؤتمر أو مرتقل منظمات تنموية العربية عن التحول الرقمي وأنا سعيد جدا إن أنا أقدر مؤتمر عن التحول الرقمي وأجد القاعة فيها أكثر من 150 مشارك من البحرين ومن السعودية ومن قطر ومن تركيا ومن سوريا من الأردن ومن فلسطين يعني كان فيه ناس من رمالة وكان فيه ناس من القدس إلى آخره إلى آخره ومن مصر ومن الكويت كذلك يعني كان مؤتمر جميل جدا ليه؟ لأن إحنا بنناقش فكر جديد الفكر العصري اللي هو بيتحكم فيه نقل المعلومة من ألف وبه ثم صناعت القرار سواء كان قصناع على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي وطبعا كان فيه نجوم كبار جدا موجودين وطبعا ما بفهمش فيه التكنولوجيا لكن بعشق التكنولوجيا وبقم بالتكنولوجيا مش مهم منك تفا مش مهم منك تكون أنت يعني يعني زي ما تقولي تفهم كيف تستعمل التكنولوجيا لكن المهم كرئيس مؤسسة أو كشخص لك حيثية في المجتمع أن تؤمن أن التكنولوجيا جزء لا يتجزئ من أي عمل نقوم بالآن وصعب هذه المسيرة التي بدأها منذ قرابة تسعة قرون أو أكتر هو الخوارزمي الذي وضع التطبيقات اللي حيث نستعملها إلى الآن كما ذكرتها في أحد المحاضرات في مقب رحمة طلع الخاند دي كان فيه لقاء مؤتمر اسمه فيلم فيستبال يعني مؤتمر الأفلام عملوه في جلاسجو عشان كانت الجزيرة عملت فيلم يتحدث عن مسيرتي في العشرين سنة الأولى والخمسة عشرين سنة الأولى وكانوا الشباب ينقشوها هناك كعرض خاص في مدينة جلاسجو دي كان يوم عشر ديسمبر وبعدين بعد كده انتقلنا إلى دهوك يوم 12 ديسمبر وورش الدهوك الجماعة أجمل شيء في ورش الدهوك أن الناس كانوا ملتزمين تسعة ونص يعني تسعة ونص ساعة أربعة نخلص بساعة أربعة نخلص وحضر ناس كتير جدا جزاهم من الأخير النساء والرجال من المؤسسات السورية اللي موجودة في دهوك ومن المؤسسات العراقية التي تعمل مع القضية عن القضية السورية وكذلك زرنا هناك مخيمات اللاجئين النازحين سوريين النازحين الأزيديين والمسلمين والنصارى اللي هما خرجوا من سنجار بعد داعش معاملت فيهم من الأفعيل ثم عذرنا المخيمات بتاعة اللاجئين السوريين الأقراد اللي هما كسوريين أقراد هم يعانوا معاناة شديدة منذ عام 1950 من أنظمة المتتبعة على النظام في سوريا طبعا بسم الله ما شاء الله يعني جاي متحمس جدا دي صورتي أنا مع مسؤول مؤسسة البرزاني اللي هو مسؤول عن مخيم اللي فيه النازحين الأزيديين في دهوك والسورة الثانية مع خدونا بقى آخر يوم عشان نروح كهفة ما اسمه كهفة العمادية دي منطقة تانية زودنا المسجد العتيق هناك ومخيم اللاجئين السوريين الأقراط في دهوك كذلك وبعد كده نخش بقى للسفر الدولي اللي هو سواء في زيارة البصنة مع مشروع انسباير اللي عاملاه الإغاثة الإسلامية في كندا أو زيارة إيطاليا مع الشباب برضك اللي هم متطوعين طبعا الإغاثة الإسلامية في إيطاليا أو زيارة أيرلندا علشان اللي هو الإسبوع الإسلامي اللي بيعملوا كل سنة تسجيل 28 حلقة مع بعض الشباب هناك علشانة تيك توك أو زيارة كوسبو كوسبو منطقة المرقان في منتهى الخطورة إنها تعيش على صفيح ساخن 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 وأنا بقولها للمرة مش عارف كم صفيح ساخن لأن في ما زال رغبة في إحداث حرب جديدة ما بين هذه الجمهورديات الصغيرة اللي كوسبو إلى الآن لم يعترف بها الكثير من الدول العربية والإسلامية فظلنا في خمس تيام في أربع تيام كوسبو والجبل الأسود وألبانيا وسربيا سربيا 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 واللي هو مقدونيا وأنا أقول لكم يا شباب تذكروا هذا الكلام في سنة 1991 تعلمت من الأستاذ محمد مالك اللي هو كان اشتغل صحفي في سرايفو ومن الأستاذ أسعد طاء أنه ستكون في حرب في البصنة وفي بلقان إذا أعلن سوء البصنة الاستقلال عن يوغوزلافيا القديمة وحصل الحرب وتنبأنا بهذا من سنة 1991 من المعلومات اللي استقناها من محمد مالك اللي هو كان مراسل صحفي في الداخل وأصبح بها كده مدير الإغاثة الإسلامية في سرايفو ثم الأستاذ الخبير الإعلامي الكبير أسعد طاء اللي كان ساعدتها مراسل صحفي للتلفزيون الام بي سي زائد اللي هو جريدة الشرخ الأوسط ومن أفضل أسعد طاء على تلفزيون الام بي سي إنه عمل من الام بي سي يعني يعني منصة عالمية لأنه كان هو الوحيد اللي في الداخل بيقبي في البوسنة أو في سرايفو بيغطي أحداث اللي بتحصل هناك طبعاً دي زلتنا الكوسفو وزلنا هناك يعني المشاريع اللي موجودة وألبانيا كذلك الصور موجودة زي ما أنتوا شايفينها والجبل الأسود وطبعاً نحن بنشكر بعض المؤسسات الخليجية زي الرحمة جمالية الرحمة والهيئة الخليجية اللي بنوا المجباني الجميلة دي كلها للشباب والشابات وإدوهم اللي هما آلات الزراعية علشان اللي هو اللي بسميها التاكتورز دي ومخدونيا طبعاً وحتى في مخدونيا قابلنا وزير الصحة والناس عايزين نشتغلوا معنا الناس عايزين نشتغلوا معنا مساءنا يبقى لكنا مخ علشان نستوعب كيف يكون لنا وجود في أماكن هي استراتيجية وفيها عقليات كثيرة مسلمة وقد تواجه هذا التطهير العرقي مرة أخرى وذورنا سربيا في برشيفا أيضاً علشان ايه التواصل مع بعض الشركاء في الداخل هناك أيضاً آخر سريح أنا هقولها قبل ما أقدم رسالتي الأخيرة للشباب هي ايه هي فيه خبر مبهج وخبر مفرح وخبر محزن أبدأ بقانه فين يا أحمد الشيخ بالمبهج ولا بالمحزن بالمبهج ولا المحزن بالنسبة للمحزن كثير كده من الناس يقولولي أنت إنسان كذا 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 وطلعين في السماء ما نزلونيش تحت لكن أبقول له طبعاً تلعت في الأمر عايز أنزل أنت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت قيمة كل كلام التخيل اللي ما اللي ما يأكلش معزة وما يأكلش خروف وما يأكلش حمار طبعاً ما نيجي لحسا التنفيذ نحن نقول لهم احنا عندنا برنامج جميل البرنامج بتاعكم طيب البرنامج ده هيتكلف كذا لا احنا عايزين فلان فلاني يجلنا بس هنتفعه تسكرة الطيارة وتمن الغرفة النوم بتاعته في الوتيل فنقول له هو ما بيخدش فلوس هو بيقول لكم وعايز ييجي علشان الشغل ده هتدفعه انتوا فلوسه للمؤسسة اللي هي بتاحبه وليس عندها أموال زي المؤسسات الإنسانية الكبيرة من غير ما نتكلم عن أسمائهم عشان ما نجدحش حد حصل أكتر من مرة مع هذه الجمعيات إنها مش قادلة تفهم ليس عن أنت أتحدث عن نفسي أتحدث عن ناس كتيرين أكثر قيمة وقامة مني لكن لا يستفد منهم لا يستفد منهم لا يستفد من تاريخهم وإنجازاتهم وتجاربهم وفكرهم وخبراتهم أبدا وإن طلبوا فلوس أقول لك تقلق فلوس ليه أنت تجيب بلاش نفس الكلمة اللي قالها لي أخونا أحمد أخونا عبد الرحمن المطوع في الأول أنا قلتها أن أنت الناس لما تتبسط معهم يحسوا أنك ملكش قيمة والأسف حصلت معايا وهي مؤلمة ومحزنة مش عشان أنا شخصيا أنت ممكن يعني خلاص أنا متقعتش في البيت وبقى عندي الدخل بتاعي اللي هو بتسمون معاش مرتاحنا وزوجتي الحمد لله وردي كلهم تخرجوا من الجامعة إلى أخير لكن اللي زينا يا أخ فلان ويا أخت فلان ما ينفعش يرتاح وفيه المشاكل المصايب اللي حصلة في العالم دي كلها ولما نقول لكم قدونا أجر اللي هو الصهر والتعب وتدريب الشباب بتاعكم ده يقول لأ ما ندكوش ونشوف أن أحد الشباب من أبنائي أنا من أبنائي أنا من أبنائي أنا اللي تربى بداخل الإغاثة وكتنا يعني بعض الله سبحانه وتعالى اللي يفقدله عليه واخد ببالك كنت بقوله بتاخد في اليوم كام اللي باخد في السلشن 350 جنيه السلشن كام يا أفلان قال لي السلشن دي ساعة ونص أنا كنت بطلب من الناس دول للمؤسسة اللي أنا بشتغل فيها في اليوم اللي أنا بشتغل فيه 12-14 ساعة حولي ألف جنيه تبرع للمؤسسة رفضوا ده الخبر المعذن لأن العقلية اللي تدير العمل الإنساني حاليا تحتاج لشكوش وحاجة اسمها اللي هو الأجنة تحتاج لهذا الشكوش وهدي الأجنة عشان نشيل هذا الفكر القديم المتهالك أنا بديك تلميذي تتفعله كذا ولما يجي لك أنا تقولي لا أنت ببلاش ده الخبر ايه المحزن أما الخبر المفرح شيء الصورة دي آية شيء دي ها دي آية أما الخبر المفرح اللي هو موجود في الصورة اللي هو المؤتمر دي احنا عملناه في 26 ل28 يوليا من العام هذا وده كان مؤتمر إبداعي وكنا خايفين أن الناس ما تجيش المؤتمر كان اسم المؤتمر هو أبعاد العمل الإنساني الدولي التي تختلف عن ما نقوم به الآن من جمع التبرعات وتنفيذ البرامج وشغل المقاولين أو المقاولات اللي احنا بنعملها وطلطعنا على المؤسسات الكبرى عشان تدينا أموال مشروطة أموال مشروطة في بعض السؤال هنا هو الشخصيات اللي حضرت بسم الله ما شاء الله كان فيها ستة أو سبع محاضرات عن الأخلاق طاعت العمل الإنساني عن الثقافة ها عن التاريخ أهمية التاريخ أهمية الأبحاث والدراسات عن الإعلام كيف نصنع إعلاميا عن الدبلوماسية الإنسانية عن الفلسفة عن الفكر إحنا ما ينفعش نعيش تلاتين واربئين سنة نأكل ونشرب إحنا ما تخلقناش حيوانات نأكل ونشرب ونتناسل إحنا تخلقنا قادة للعالم ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله سيد هذا الكون ثم كرم المسلمين وجعلهم أسياد لهذا الكون كذلك فما ينفعش بعد تلاتين واربئين سنة ما يكونش عندنا فكر وثقافة وتاريخ نكتبه وفلسفة نكتبها ورؤى نحطها في مجالات جديدة وما ينفعش نعيش على تبرعات من يدعون فكرهم وقيامهم وأخلاقهم وفلسفتهم وثقافتهم والشروط علينا فيها وهذا كلهم استنتقته من العشر سنوات أو الحداشر سنة في القضية السورية لهم كل الفلوس اللي بتجيرهم هي فلوس مشروطة والعزو بالله فهم يضطروا إنهم ياخدوها علشان يمشوا بيها اللي هو العمليات عندهم فلابد يكون لنا وقفة 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 الحمد لله كان ست محاضرات أساسية وحوالي كلمات صغيرة لناس مبدعين في دور الشباب ودور المرأة والتعامل مع المؤسسات الدولية إزاي والجموية الإنسانية والمناصرة وحاجات كثيرة جدا موجودة عندنا على اليوتيوب لكي نحول هذه إلى كتاب لأول مرة في تاريخ العمل العربي والإسلامي يكون الإنساني يكون فيه كتاب يتكلم عن الأكاديميات الفكرية وفي نفس الوقت البرمجيات العملية الميدانية ودعونا أن نجد من يستطيع أن يعطينا المال اللي كان نطبع مثل هذا الكتاب نجمع مادته العلمية الآن ليس فقط هذا ولكن الست ورش عمل بتاع السورية ده كان بردك إنجاز آخر حيضاف عليها بعض الورش عمل أخرى في الداخل السوري إن شاء الله وفي تركيا مرة أخرى مع الشباب مع النساء ومع المجتمع في الداخل وربنا يسهلنا أن نعمل كمان أربع أو خمس ست ورش عمل لكي نحول هذا أيضا إلى كتاب آخر عن القضية السورية سوريا كبلد سوريا كتاريخ سوريا كثقافة سوريا كمستقبل سوريا كقيمة للمنطقة العربية والإسلامية لتقيمة ثقافية وتاريخية فقط لكن قيمة مستقبلية حضارية ومدى حضار للشعب السوري وأنا أيضا نتكلم عن إيه نتكلم عن يعني أهداف ما يحدث في سوريا دلوقتي من الدول العظمى إلى آخرية إلى آخرية إلى آخرية فلابد العمل الإنساني أن يكونوا رؤية وبعد آخر لأن البعد أكد شر بنها مدبس ده كويس لابد يكون لنا ورقة لأننا بعد أول سنة من الصلاعات المسلحة نشترط على المانح الدولي وحطوا هذه حلقة فضنكو أنا بقولها من خمس سنين أو من ست سنين نشترط على المانح الدولي أن يكون 30% من المنح الإنسانية لبناء المجتمع المتضرر بكافة أنواع البناءات المجتمعية دهنا تخد الخوض فيه تفاصيل في هذا الأمر لذلك يعني مع كل التحديات دي اللي احنا شايفينها لكن خرجنا بأمل جديد خرجنا بفكر جديد خرجنا برؤية جديدة لأننا لن نحبط ولن نتوقف على العمل إلا حتى لو موتنا بإذن الله سيستمر العمل بيكم وبالشباب إن شاء الله طبعا دي بعض السور اللي موجود فيها الشيخ عصام البشير دكتور عصام البشير في اسطنبول والأخ رأس عطها ومحمد نجم اللي هو ندير التنفيذ لمؤسسة وطن وخالد العيسى العطاء والأخت اسمها مارو عيسى من مؤسسة أخرى أيضا سوريا والدكتور سعد دكتور سعد يا ربي رئيس الأغاثة اسمها إلى آخر يعني إلى آخر والأخت المحمود والأخت المبدعة اللي هي أعوذ بالله من غزي عنتاب اسمها يا ربي نسيت الاسم حتى بتاعها كان بتتكلم عن اللي هو بتتكلم عن المناثرة المناثرة من غزي عنتاب واخونا عبدالرقيب عباد من مؤسسة أخرى إلى مكاية اليمنية والحضور موجود كتير أنت بعد كده بعتلكم الرابط اللي هو المحاضرة بعد كده على اليوتيوب لكم أختم كلمتي النهاردة ب برسالتي إلى الشباب لابد في كل رسالة وكل محاضرة نوجه فيها في آخر رسالة للشباب فلسفة الرسالة لتظل رسالتنا على الشباب محورها الأساسي بناء الأمل بناء الأمل بناء الأمل ده المحور الأساسي خاصة وصل الظروف التي يمر بها العالم من أحداث متضاربة في أماكن كثيرة أحداثها قضية الحرب في أوكرانيا والتي دفعت الملايين من النازحين واللاجئين الذين ينتشروا في داخل أوكرانيا كنازحين في الدول المجاورة لها كلاجئين ونحن لا ندري إلى هذه الساعة ما مصير هذه الحرب التي أدت إلى ارتفاع جروني في أسعار الطاقة والمواد الغذائية ليس في أوروبا فقط لكن في العالم أجمع خاصة في منطقة الشيخ الأوسط ونحن لا ندري زي ما قال الإعلام المبدع والضع خنفر لما كان معنا في المؤتمر وأحد الرموز الكبيرة التي حضرت معنا في المؤتمر قال قد تؤدي هذه الحرب إلى حدوث حرب عالمية ثالثة أتدركونا معنى خطور هذه الحرب التي فيه أوكرانيا ونحن يا شباب وأن كنا وما زلنا ننزل إلى قضايا لا يتحدث على الناس في قضايا كثيرة جدا بنسميها القضايا المنسية قضايا المنسية ده قضايا اليوغور المسلمين من أهل اليوغور في الصين والمؤسسة المؤقلات المسلمة في كشمير أو في الهند أو من الرؤمور المسلمين الرؤينجا اللي موجودين في ميانمار أو الهوكروا اللي هم زيبتوا في وسط أفريقيا المسلمين في وسط أفريقيا اللي هوكروا عشان يروحوا تشاهد إلى آخره إلى آخره في تطهير عرقي ده عدد الأزمة السورية والأزمة اليمنية والمتبقى من النازحين أو اللاجئين في العراق وخضية الأريترية اللي موجودة في الشرق السودان منذ السبعينيات من القرن الماضي و30 مليون متأثر بفيضان باكستان اللي حصل منذ أشهر وقضية الجفاف في القرن الأفريقي اللي ضارب كينيا تنزانيا الصومال جنوب السودان والسودان وفي شبه مجاعة موجودة في الصومال كذلك وكذلك قضية الإسلامفوبية اللي بتطلع وما بتنزلش تطلع وما بتنزلش حتى ما حدث الشخص اللي قتل الأقراض في مركزهم الاجتماعي يعني مش قادرين يسموه إنه هو إرهابي لأنه هو كذا وكذا وزي ما أنتو عارفين يعني قضية أفغانستان اللي دلوقتي بتواجه أزمة كبيرة جدا لأزمة تعليم النساء وتشغيل النساء إلى آخره لكن أفغانستان أيضا كبلد ما فيش حدي ممثل دبلوماسي أو سياسي من أي دولة في العالم داخل أفغانستان كلهم خارجوا عشان نبصل للنظرة التانية كيف يتصرف الناس في أفغانستان ما فيش السفرات كلها أغلقت وخرجوا لأماكن أخرى مختلفة فيتواصلوا مع مين ما فيش بس فقط المؤسسات الإنسانية الموجودة وكأن أفغانستان ما فيش فقط إلا الإنسانية ولأفغانستان كشعب وكدولة وكمواطنين مليارات الدولارات عند الدول العزمة لم تستعد تخذها قضية تحويل الأموال لأفغانستان حتى الأموال للمؤسسات العاملة في أفغانستان دلوقتي من الصعوب أنك تخذها تحصن عليها قضية البنوك والتعنت بتاع البنوك في تحويل أموال الإغاثات والعمل الإنساني والعمل الخيري وأي عمل في مناطق الحاجة زي سوريا حتى زي سوريا واليمن والصمار وقلب السودان والسودان وكل هذه مناطق كل هذه قضايا كبيرة جدا بمفور ما ننسهاش أبدا 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 هذا وأن كان يبدو كثيرا وأكثر من إمكانيات مؤسسات صغيرة زي حالتنا والمتوسطة أو الكبيرة إلا أننا دائما وأبدا ما سنرفع شعار الأمل المرتب بالعمل لأن هذا هو المصار الوحيد لمسألتنا المجتمعية الإنسانية لمسألتنا المجتمعية نحن نبني مجتمع لا نطعم أفراد نحن نبني طاقات لا نبني قدرات لا نطعم أفراد فقط نحن نبني رؤى لا نبني أحلام أبدا ستحققونها أنتم بإذن الله سبحانه وتعالى فسنعمل وإن لم تتوفر لدائنا الإمكانيات وسنسير وإن قلل الزاد وطال الطريق واشتدت خطوب وتكالبت علينا الأمن لتمنعنا من إنجاز من نريد تحقيقهم سنظل نجاهد ونكابد ونتدافع مع الخطوب بروح الشباب وعزيمة أفلاتهم وعقود فكرهم اللي لا إمن وأبدا ما يقود مضاجع الفسدة وعداء ومضاجع الفسدة التي تكاثرت علينا وأعداء الإنسانية الذين نعرفهم كثيرا في أفعالهم وفي أقوالهم وفي نفاقتهم إن ما أراه فلا تهن يا شباب ويتحزنوا لأنكم بإذن الله الأعلون والعلوم هنا واستعلاء الإيمان وشحذ الهمم ووضوح الرؤية ونقاء الصريلة ونفاذ البصيرة والعمل ثم التوكل على الله يعني لابد أن يكون لنا رؤية ولابد أن يكون لنا همة ولابد أن يكون سرائرنا وبصائرنا نافذة ونقية وإلا بدون رؤية لن نستطيع أن ننقذ وبدون عمل لن نستطيع أن ننقذ ثم نتوكل على الله سبحانه إن ما أراه في نهاية هذا العام أمل جديد بفجر جديد لعصر مديد أنتم تؤذنون فيه آذان الحرية والعدل والمساواة والحقوق وتمكين المجتمعات لبناء مستقبل هذه المجتمعات والشموع لابد أن نبني مستقبل هذه المجتمعات والشعوب فمن الذين سيبني كل هذه المسيرة هم أنتم أيها الشباب أمل كل أمة وأمل كل شعب وأمل كل مجتمع وأمل كل أسرة وأمل كل جيل من الأجيال التي سأتي بعدنا لترى ماذا فعل الشباب للإنسانية قد نتعثر ولكن لن نتأثر وقد نتباطئ ولكن لن نتوقف وقد نشغل ولكن لن ننسى قد ينقطع عنا الزاد ولكن الزاد القلوب هو الذي سيحرك وقدان مشاعر الشعوب أيها الشباب يكن عام 2023 هو العام المنبئ المنبئ بأذان هذا الفجر الجديد وأنتم تؤذنون هذا الأذان أذان عصر تسعد فيه الإنسانية بإنسانيتنا الفطرية الإنسانية يا فطرة فطرة الله سبحانه وتعالى آدم عليها لكننا أفسدنا الفطرة الإنسانية اللي كانت أتت لآدم ونتورثها عن آدم عليه السلام فسيسناها وبزنسناها إلى آخر وما أصبحتش الإنسانية فطرية أصبحت إنسانية موجهة أذان أذان عصر تسعد فيه الإنسانية بإنسانيتنا الفطرية وتسعد فيه البشرية بواقع خطوات أقدمنا والذي سيسمعونه هذا الوقع كما عزوفة سمفونية كان ينتظرونها بشرف فتعزفونها أيها الشباب حتى وإن لم يكن بين أيديكم الحلول المرضية للمجتمعات تعزفونها آمين يا ربما إن مسيرة بناء المجتمعات لا تنتهي ولن تنتهي في يوم واحد أو في حقبة زمنية واحدة أو في جيل واحد ولكنها مسيرة تتعاقب على إنجازها الأجيال فلنعمل كي يسعدوا غيرنا ونسهر من أجل راحة شعوبنا ونقف من أجل إحماية أوطننا وسوف نعيش بإذن الله من أجل إرضاء ربنا فلكم من الشكر أيها الشباب ولنا منكم الأفضال وعلينا لكم أفضال علينا ونحن وأنتم في مسيرة مواحدة نحن السابقون وأنتم إن شاء الله بنا وبغيرنا لاحقون وأحسن منا في أدابكم أدخص ما قلته في الخمسة واربعين دقيقة المالة الذي يقدمه دائما في نهاية العام هو ليس مندوحة وليس فضل مني إنما هو فرد عين على كل من يسمعني اليوم وكل من يعمل في هذا المجال المجال الإنساني والمجال الاجتماعي وكل من أصبع شخصية عامة المجتمعات لابد يكون مستوى الشفافية عندنا كما كان عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وعند الخلفاء الرشيدين ونحن لهم طبع لأن الذي صنعنا والذي تفضل علينا بهذه المعلومات وهذه الإطرحات وهذه الحلول التي نقف في المؤتمرات ونتحدث بملء فيه هنا هم الفقراء والمساكين فلذي نعلم في نهاية هذا العام أننا جميعا بلا استثناء أجراء لدى الفقراء ولولا فضل الفقراء علينا ما وقفنا هذا الموقف وما اعتلينا هذه المناصب وما اعتلينا هذه المنصات وما استمع إلينا الآخرين فحينما نتحدث عن كشف الحساب هذا هو فرد عين على كل من تسول له نفسه أن يعمل في المجال العام هو فرد عين على كل من تسول له نفسها أو تسول لها نفسها أن تعمل في المجال العام المال لا سمالك وإن أنت الذي كنت وضعت الوسائل الحصول عليك لكنه لا سمالك هو أجري على هديك كأمانة ولذلك هذا في بالأخير الشباب شيء ولا يبدأ أن نستثمر فيه الأبعاد الإنسانية الأخرى لأننا كلامت عنها لأننا لا نهتم بها للأبحاث والتاريخ والثقافة والفكر والأخلاق لابد أن نهتم بها لنكون عمال مطافي فقط نعمل فزعة لا نحن لسنا الفزعين ولتاكم منكم أمة ولتاكم منكم طائفة فلا نفر من كل فرقة طائفة فلتاكم مننا هذه الطائفة التي تجلس فتفكر تجلس فتحلل تجلس فتبحث تجلس فتدرس تجلس فتوجه تجلس فتقف تجلس دلوقتي الأموال أصبح لا يسل قيمة لأن قيمة في الأخلاق قيمة موجودة في القيم قيمة في الأساسيات الإنسان وقف عليها قيمة في حماية المجتمعات قيمة في التواضع قيمة في الشفافية قيمة في المحاسبة والمحاسبية هذه هي القيمة نحن نتكلم عنها أشكركم جميعا وجزاكم الله خير وسعيد جدا بكم وطبعا بعد الست ورش عمل اللي هما في نهاية هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى مستعد للسنة الجاية يلا وانحن جاهزين ومش هنتوقف والله الذي لقى له هو من أحد الشباب اللي هو يمكن أنا ذكرت اسمه أكتب مرة وغيره اللي بتصدق عنا بليلة نحطها في في الأوتيل أو تسكرة التيارة أو كذا أو كذا أو كذا هذه الأشياء البسيطة بتعمل الفارق الذي يصنع المعجزات فيهما بعد وسنتقابل في العام القادم في مؤتمر سوريا إن شاء الله في شهر وكتوبر وسنتقابل في العام القادم إن شاء الله دعونا في الكتاب اللي احنا هنعمله عن أبعاد العمل الإنساني الدولي وسنتقابل إن شاء الله كلها بمشيئة الله لا يحكم في أرض الله أو في عالم الله إلا بأمر الله فيه كتاب عن سوريا تعمل اكتبوا اكتبوا خطوا نظريات إصنعوا ثقافات ضعوا فلسفات خطوا أراء تدافعوا للدفاع عن المجتمعات ولا تتدافعوا للحصول على الأموال ولا تتسارعوا للحصول على المال جزاكم الله خير وأكرمكم الله وربنا يكرمكم جميعا وشكرا لحسن استماعكم لنا وغدا إن شاء الله نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته